عملية استخباراتية تقود إلى تفكيك خلية أجنبية في اليونان الشبكة وفق السلطات مكونة من شخصين يحملان الجنسية الباكستانية وانحدران من أصل إيراني فيما لا يزال الثالث قيد البحث وهؤلاء كانوا يخططون للإضرار بالمصالح الإسرائيلية في أثناء وأهداف أخرى من شأنها أن تسفر عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين أحباط الهجمات الإرهابية جاء بتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية هذا ما كشفت عنه حكومة بن يمين نتنياهو وصفتان العملية بالناجحة ومشيدة بثمرة هذا التعاون الاستخباراتي الرواية الإسرائيلية قالت إنها ساعدت أثناء عبر تقديم معلومات استخباراتية عن البنية التحتية التي تتحرك فيها المجموعة وطرق العمليات والعلاقة مع إيران وأكدت أن المشتبه فيهما جزء من شبكة واسعة تعمل من إيران وتمتد إلى العديد من البلدان وكانا يتطلعان لتجنيد المزيد من الأشخاص لتنفيذ المخطط الرواية الإسرائيلية قالت أيضا إن الموقفين دخلا اليونان بشكل غير قانوني من تركيا واستقرا في البلاد لمدة أربعة أشهر على الأقل وبناء على هذه المعلومات تحركت السلطات اليونانية لتفتيش مواقع عدة في العاصمة أثناء وفي جنوب وغربي البلاد السلطات اليونانية لم تأتي على ذكر الجهة التي ساعدتها ولم تعلق على تطريحات حكومة تل أبيب ولكنها أكدت أنها ستستمر في تحقيقاتها للوصول إلى خيوط الشبكة شكرا